أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يذع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقواها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم نعم هذا الحديث هو وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير في الوقت ذاته قال لا تحسدوا والحسد هو تمني نعمة الغير تمني نعمة الغير ولها ثلاثة صور الصورة الأولى أن يتمنى نعمة الغير أن تنتقل إليه مثل ما عند الغير أن يكون عنده مثل ما عند الغير مع بقائها عند الغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفق في مرضات الله فهو في أعلى المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول لئن آتاني الله مالا لا فعلنا كما صنع فلانا أو لا صنعنا كما صنع فلانا هذا نوع من الحسد ويسمى الغبطة النوع الثاني أن يطلب ما في يد الغير له أن ينتقل له ما في يد الغير يعني أن يرجع فقيرا ما يكون هو غنيا بدله وهذا الحسد المدموم الصورة الثالثة أن يزول ما عند الغير ولو لم يأتهي هذا حقيق حقيقة يعني يقول خلي صير فقير مثلي يعني مو لازم يجيني هذا أهم شيء يصير مثلي فقير طيب هذا أحقر شيء هذا يعني أنه يعني يتمنى زوال نعمة الغير ولو لم ترجع إليه هذا أشد الحسد والعياذ بالله قال ولا تناجشوا والتناجش هو رفع السلعة للإغرار بالغير التغرير بالغير يغره يرفع السلعة وهو لا يريد شراءها مثل اللي يصير في المزادات يرفع السلعة وهو لا يريد الشراء فقط حتى يغش الناس هذا يقال له النجش قال ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا التباغض للدنيا أما التباغض في الدين إنسان يبغض أهل الباطل أو أهل البدع هذا أمر مطلوب ديني يحبه في الله والبغض في الله ولكن مخصول هنا التباغض للدنيا ولا تدابروا أي لا يعطي بعضكم دبره لبعض يعني يعطيه ظهره لا يلتفت إليه من كراهية أن يراه طيب قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض والبيع ولا بيع أخيه يرى أخاه مثلا باع شيئا مثلا لرجل أو سيبيع فيأتي يقول له لا تشتري منه أنا أعطيك أرخص منه أو يريد أن يبيع فيقول لا تبعه أنا أعطيك أعلى سعرا منه فهذا كله من بيع إلا في حالة واحدة إذا كان ذاك يغشه وأراد النصح له قال يغشك ليس هذا سعر بضاعتك سعر بضاعتك أعلى من هذا هذا يغشك ارفع السعر إما له وإما لغيره هذا من النصح هنا هنا دخل في النصح لكن الأصل في البيع على بيع أخيه إنه محرم إذا لم يكن فيه شيء من الغش قال المسلم وأخي المسلم لا يظلمه لا يخذله إن أراد نصرته يساعده لا يكذبه إذا حدث معيه يكذب أمام الناس فقط لتكذيبه وكذلك لا يحقره أي لا يستحقره لا يهينه لا يذله أمام الناس ثم قال أتقوى ها هنا وأشار إلى صدر أعمال قلوب رجعنا وردنا القلب هذا ملك الجوارح قال أتقوى ها هنا ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات ثم قال بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم هذا ليس يسيراً يقول أن يحقر المسلم أخاه المسلم هذا شيء عظيم ثم قال أي لا يجوز أن يؤذيه في دمه أن يسفك دمه يقتله ولا أن يعتدي على ماله ولا أن يعتدي على عرضه والاعتداء على عرضه إما على الزوجة وإما على عرضه يسبه أو يغتابه أو هذا كلها من الاعتداء على العرب نعم